يا سادة أعظم حاجة ممكن نعملها هو أن احنا نحافظ على بناء الله سبحانه وتعالى اللي بنى فيه الإنسان وعشان كده احنا بنتكلم في بناء الإنسان وبيقول يلا نبني يلا نبني مستقبالنا ويلا نبني النهضة ويلا نبني التنمية ويلا نبني كل خير لما نبني الإنسان وعشان كده ما لقيناش أفضل من أن احنا نبني الإنسان بالقيم وبالأخلاق واتكلمنا في الفترة اللي فاتت عن الحداشر قيمة اللي بيعيش بيها الناس كلهم الحداشر قيمة اللي بتخلي الناس يقدروا يكونوا محافظين على إنسانيتهم والحداشر قيمة دولا لقناهم بيندرجوا تحت القيم العليا اللي جه واستفدناهم من حديث جبريل لما سأل رسول الله سلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان فطلعونا ثلاث مقاصد كبرى اللي هي العبادة والعمران والتسكير وطلعونا ثلاث قيم عليا اللي هي الرحمة والخير والجمال النهاردة بنختم في الكلام عن قيمة الجمال قيمة الجمال اللي احنا قلنا أنه بيكون تحت قيمة الجمال الصدق والسلام والقيمة الثالثة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة القيمة اللي هي درة التاج في الحياة الجمال كله السعادة السعادة قيمة لابد أن احنا نعلمها لأولادنا من الصغر والنشأهم عليها فكرة أن السعادة جزء من مفهوم الحياة أمر مهم لأن في ناس كتيرة بيخلطوا ما بين مفهوم الدنيا ومفهوم الحياة وبينزعوا وهم بيخلطوا ده مفهوم السعادة أسوأ حاجة في التدين الكمي في التدين المتشدد أنه بيفرغوا الحياة من مفهوم السعادة فيبقى الإنسان عيش الحياة بلا نور بلا جمال السعادة هي اللي بتفتح عين الإنسان على الجمال والسعادة هي اللي بتخلي النعمة تتألق في قلب العبد ولذلك سيدنا علي كرم الله واجهه لما سألوه أتحمد الله على الماء الساخن بيتكلموا عن الحر أم تحمد الله على الماء البارد قال بل أحمد الله على الماء البارد فبعض الصالحين قالوا لكي يخرج الحمد من كل زر في جسده ليه؟ عشان ساعتها يبقى سعيد سعيد بهذا الماء الذي جاءه فجعله يشعر بالنعمة السعادة يا سادة عشان تعرف إيه السر اللي فيخلي الناس كلهم بيجروا ولا السعادة دي السعادة السين اللي في السعادة يعني ساعة الناس في السعادة بيحسوا بالساعة ولأن اللي في السعادة يعني عافية واحد عنده عافية نفسية وعنده سمود والألف اللي في السعادة أمل فسيح واسع والدالي اللي في السعادة دور ورسالة في الحياة والتاء اللي في السعادة توفيق يبقى السعادة سنعة سعة وعنها عافية وألفها أمل ودالها دور ورسالة وتاء بتاعتها توفيق عشان يجمع كل ده السعادة قيمة من أكثر قيمة اللي فهمها والعيش بها بيساعد الإنسان على الاتزان لما تفهم يعني إيه سعادة وتعيش تحس بالاتزان وده بيخلي الإنسان عنده صلابة نفسية وقادر يحس بطعم الحياة وقادر يحب الحياة الشخص اللي بيحس بطعم الحياة وبيحس بحب الحياة ويقدر يعيش بحب الحياة هو شخص عنده اتزان نفسي وسعيد لأن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة حياة سعيدة لكن أوقات كتير بنعلم أولادنا من خلالنا أن السعادة محصورة في شيء بعين ويفضل الإنسان حبيس هذا التصور الضيق للسعادة عشان كده قلنا أن السعادة سعة زي السعادة أن هي الفلوس هي الملك السعادة هي الوجاهة مثلا السعادة هو ملك بيت بشكل معين لو معاك فلوس تبقى سعيد معاكش تبقى محروم وتبقى تعيس وملكش إيمة في الحياة فتكون غايته في الحياة أنه يبقى معاة فلوس ويفضل حياته كلها مكرسها لهذا المفهوم من السعادة وإزاي يعمل ده وإزاي يوصل لهذا المفهوم من السعادة بس فتحس أنه هو مسجون الفهم الضيق للسعادة يخلي الإنسان ضيق الأفق عشان كده قلنا أن السعادة سعة توسع الأفاق وتشوف الدنيا أوسع بكتير جدا جدا حتى من الحاجات الصغيرة اللي أنت شايف فيه أن السعادة محصورة فيها وإزاي الإنسان اللي هو عنده عافية نفسية إذا تقفل عليه باب هو كان بيتمناه في السعادة ينتقل إلى باب تاني حركة ويبقى عنده أمل أن ربنا سبحانه وتعالى هيبدله مكان الحاجة اللي ملقهاش السعادة تاني أوفق فيفضل صدر مفتوح وعينه مفتوحة عشان يستقبل أنواع من السعادة كتير تخيل كده لو علمت ابنك الطريقة دي في السعادة علمتوا أن السعادة مش واقفة على عنصر واحد بس مش واقفة على أنك أنت تبقى الأول على الفصل مش واقفة على أنك أنت تحصل فلوس كتير عشان تبقى زي فلان صاحبك اللي أنت مش قادر تبقى زيه السعادة هي أنك تكون ناجح فالسعادة بتساوي عنده إن النجاح فإذا ما نجحش يبقى خلاص لو فشل في حاجة يبقى السعادة راحة ويتعرض للفشل اللي هو جزء من سيرورة النجاح بحس الإحباط وأنه مالوش إيمة في الحياة وأوقات لما يكون عطشانين من احتياج معين زي احتياج التقدير مثلا فعيشوا أن السعادة هي التقدير للناس بس عايز يشوف لمعان عينين الناس وهي معجبة به فلو ما شافش اللي معان ده يفضل حاسس أن فيه خواء في نفسه عشان احنا علمنا أن السعادة هو تقدير للناس بس مع أن السعادة أبواب كتيرة جدا جدا ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربي معافا في بدني فقد حيزت له الدنيا بحزافرها يساعدك وأهناك ولذلك الشخص اللي بيفهم ده ما فهم السعادة بهذا الاتساع السعادة في بسم الطفل السعادة في نسمة طيبة السعادة في دفع السعادة بشعور أن في حد بيدعي لك وكده مش هتفضل تجري وتلهس عشان تتقدر أو تعمل بقى فيديوهات من محتوى خليع أو سيء الأخلاق عشان اللايكات والمتابعين وياما نفس ياما النفس الأمر بالسوق لعبت بصحابها فخلتهم يعملوا محتويات غير أخلاقية أو غير أو لو تحافظوا على القيم عشان يحصلوا على تقدير وإعجاب الناس هل دي هي السعادة؟ يعني إيه السعادة؟ قال السعادة يا إني ألاقي كل اللي أنا محتاجه وأسد كل احتياجاتي هقول لكم حقيقة أنا بحب أن أنا داي من أقوله الحقيقة أن أسوأ تعاسة ممكن تتعرض ليها في حياتك هي أنك أنت تعيش لسد احتياجاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك عبد الدينار هلك عبد الخميصة يعني هلك عبد احتياجاته مش السعادة أن أنا سد احتياجاتي لا لأن الاحتياج مش نقص الاحتياج ده حافز عشان أنت تطلع أحلى ما فيك فنحن ما بنعيش عشان يسد احتياجاتنا فاللي بيعيش عشان يسد احتياجاته هو هلك لأنه بيصبح عبد ليسد احتياجاته وقات تربيتنا النفس الأمارة تربينا النفس الأمارة بالسوق على أني على أني الزنوب أهم أدوات سد الاحتياجات فنزنب عشان يسد احتياجاتنا ويبقى عندنا مبرر نفسنا أمارة بالسوق تبرر لنا ده حسد باللعبة اللي عبت عليها نفسها وما مبرر نفسي إن النفس الأمارة بالسوق فحسد باللعبة اللي عبت عليها نفسها فغاوتها فعلمتها أن هي محتاجة أن هي تحب ده فعملت الزنوب وياما شباب عملوا كذا يبقى احنا من أول خالص عايزين نربع أولادنا أني السعادة مش أنك أنت تسد احتياجاتك ونزاك حضرت النبي حسب ابن أدم له قائمات أن يقومنا صلبة فيبقى السعادة مش أنك تسد احتياجاتك السعادة أن أنت تعيش في ساعة يبقى إذن أنت لو فهمت أن السعادة أنك تعيش في ساعة على طولها تروح لمولاك يبقى السعادة ساعتها هيبقى أنك تقبل على مولاك وتحس بأن أنت في حماة في أمنه وهو سبحانه وتعالى هيبسى عليك وساعتها مش هتفهم أن معيار السعادة لحسن يكون بعض الناس اللي بيقولوا أن معيار السعادة ده هو اللزة لا 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 معيار السعادة مش اللزة معيار السعادة شرح الصدر معيار السعادة هي راحة البال معيار السعادة هو جمال الحال معيار السعادة دوام الإقبال معيار السعادة هو أنك تحس أن أنت عبد الكبير المتعال أليس الله بكافٍ عبده هو دي السعادة علم ابنك من هو صغير كده أنه هو يسعد لأن ربنا سبحانه وتعالى معاه فكل ما تلاقي نفسك في رحمة وفي خير وفي جمال فأنت سعيد وسعادتها نسأل بقى الناس بقى اللي بيعلمونا أن السعادة بنصنعها بأيدينا ولازم والسعادة دي قرار واحدة واحدة بس مين قال أن السعادة صناعة السعادة مصناعة السعادة هيبة ربانية ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا مِنِ اللَّا أَسَعَدُهم؟ الله إحنا مش بنصنع السعادة ولذلك ما تحبطوش الناس وتقولولهم أنتوا بتصنعوا السعادة إحنا بنرزق السعادة إحنا بناخد بأسباب السعادة وربنا بيرزقنا رزقنا من السعادة ولذلك فاكرين حديث الرسول الله سلم أن الإنسان لما يوصل للمئة وعشرين يوم أربعين يوم واربعين يوم واربعين يوم وبعد كده لما يوصل للمئة وعشرين يوم ينفق في الروح وبعد كده إلي يحصل ويكتب أجله وعمره وشقي أو سعيد ربنا عايز يقول لنا إيه لا ترهقوا أنفسكم في صناعة السعادة فالسعادة رزقي والسعادة هبتي أهبها بلا ثمن بس أنت شوف فالحقيقة أن السعادة موجودة حوالينا في كل نفس بس محتاجة شوفان محتاجة نظر وعشان كده من أكتر الحاجات اللي بتخلينا محجوبين عن السعادة هي المقارنة أقارن النفس باللي وصل له فلان وده بقى شائع أوي 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 ما بين الأولاد ويا سلام بقى تيجي السوشيال ميديا بقى وتغزي فينا مسألة المقارنة فتفضل عيني محجوبة عن رؤية تودد الله لي بنعمته علي تخيل ناس كتير لنعمة أمام عينهم ولذلك دائما أقول إن من مفاتيح السعادة أن تتعلم رؤية النعمة التي في بين جوانحك قبل أن ترى النعمة التي في الغيب هو ده لازم تتعلم أن تتشوف النعمة اللي عندك كتير من الناس ما بيلاقوش السعادة لأنهم شايفين السعادة بعيدة والسعادة جواهم والسعادة من بين إيديهم بعض الناس بيفضلوا حبيسين مخاوفهم ويربطوا السعادة بتحقيق أمنيات بعينها زي غنى وزي ملك وزي جواز ويفضل رهين أحزان الماضي ويفضل حاسس إن هو مش هيوصل للسعادة وإن السعادة كل يوم بيمر عليه وإنه ما بيوصلش للغنى فاكرين لما تخرجنا كلنا كنا عايزين نحس إن إحنا سعداء بإن إحنا نجي لنا شغلانا ونكسب وفكرة بقى إن نجي لك بقى المكسب اللي هو المفاجئ ده ونفضل حياتنا كلها في حالة انتظار ومع إن كل ساعة كل نفس ربنا بيسعدنا بتودده إلينا وإن هو بيكفينا السعادة يا سادة محتاجة بس قلب بيعرف يقرأ قراءة البيضة قراءة الحقية قراءة النعم يشوف النعم اللي في الأحداث يشوف الإنسان إزاي ربنا بيتودد إليه ويعيش بالحقيقة أليس الله بكاف عبده لما يعيش ده هيشوف إن السعادة مش فرصة السعادة مش لحظة السعادة مش طفرة السعادة حياة إنك تعيش في حضرة مولاك لإن السعادة في الحقيقة مش غاية السعادة وسيلة لو جعلتها غاية هتبقى لحظة وتنتهي ولكن لما تجعل السعادة وسيلة عشان تعرف ودي الله سبحانه وتعالى وتعرف عطاء وحنان وكرم تعرف أن الباقي معك ما ودعك وإن السعادة ما بتنتهيش وتعرف أن السعادة لا يمكن أن تنقطع عنك لأن ما كان لله ده ما اتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل السعادة بصمة الإيد ما ينفعش إلا من تيقن أن الله سبحانه وتعالى يطلبه لسعادة صنعها له على عين فلما تستعين بالله هيفتح بصرتك وتشوف إن سعيتها إن الحرمان اللي كان عندك من السعادة لإن ضيق الرزق من قسر النظر ولما تفتحينيك تحس إن السعادة مالية حياتك فجرب السعادة في بسمة أو حضن الطفل أو نظرة حنان من أم أو نظرة أمان من أب أو لحظة تعم من صدق أنا بقولك إن السعادة مليانة في كل حت السعادة في كل حاجة في تفاصيل حياتك السعادة مش إنك أنت تلاقي حاجة مفاجئة لكن السعادة إن أنت تتعيش تفاصيل حياتك لازم تعلم أولادك ده لأن لو تعلمت أولادك ده عتلاقيهم سهل جدا إنهم يكونوا صمدين أمام المشاكل لأنه عارف إن كل اللحظة هتفتح باب جديد للسعادة تعالوا نشوف شوية إجراءات كده تخلينا نعيش السعادة طول الوقت أهم صفة من صفات السعادة إنهم عندهم أمل وعندهم طموح وعندهم تغاضي أريح ربي أولادك على الأمل والسعة ربي أولادك زي ما قلنا كده ربي أولادك إنهم يشوفوا السعة لما تشوفهم اعمل معهم لعبة لطيفة قوي خليهم دايما لما يشوفوا باب مقفول يفكروا إزاي هيوصلوا اللهم ما عايزينه من أبواب تاني لما تعلم أولادك كده أنت بتعلمهم السعة وسعاتها مش هيعودهم ولا محبطين ولا خايفين علمهم إنهم يبقى عندهم أمل علمهم إن الفرج أكيد جاي كل ما الإنسان بيعيش عنده أمل كل ما يعيش في السعة ويعيش في السعادة وبلاش تحبطهم سعيدهم إن يكونوا عندهم نفس طويل ويتعاملوا مع تجاربهم على إن التجارب دي مليانة سعادة التجربة نفسها مليانة سعادة وعود نفسك وأولادك على تزوق النعم وشكرها يعني خلي فيه ورد كل يوم تشكر ربنا على النعم أول ما تشوف أولادك تقول له تعالى نقعد كده نشوف نعمة ربنا نعرض عننا إيه نعمة الدفع في يوم البرد ونسمة الهوى الحلوة ولا الأعدة الحلوة ولا إن هم قاعدين مع بعض ولا إن كل واحد فينا قابل التاني وما فيش بيننا حزازات ولا بيننا وجعة دي ساعتها تبقى عندكم عافية وفي عادة جميلة أنا بحبها وكل الناس اللي عارفيني عارفيني إن العادة دي عادة اسمها أفكار الصباح والمساء مش أذكار أذكار الصباح والمساء دي عبادة لكن في عبادة تانية اسمها أفكار الصباح والمساء خلي عندك عادة إن كل يوم ممكن تجمع مع أولادك في النهار وتجمعهم أو في الليل وتكتبوا فكرة عن السعادة والمستقبل العادة دي ممكن تكون من أكبر الحاجات اللي بتنشط غضة السعادة في قلوبنا عايزين كمان مع الأمل ومن الساعة والعافية كمان لازم نجدد أدوارنا طول الوقت إذا تقفل عليك دور اعمل لك دور خلي فيه دور بينك وبين أولادك كل ما يكون عندك دور وكل ما يكون عندك وظيفة في الحياة تحس إن السعادة ممكنة لما تقوم بالدور دات وتقوم بالوظيفة دي وخلي دايما عشان تبقى سعيد اختم كل يوم يومك بتأمل الأشياء اللي ربنا فتح عليك بيها واختموا بإيه؟ بقولك الحمد لله على التوفيق يا من أنت الصاحب في الطريق يا رب جعلنا دايما من أهل السعادة ومن أهل التوفيق ومن أهل النظر إلى نعمتك يا رب العالمين واجعلنا من أهل الفتح والتوفيق والسداد على الدوام يا رب العباد يا أكرم من سؤل رزقنا دوما الإمداد والسداد ترجمة نانسي قنقر